إصلاح بسرعة ولكن دون تسرع لكن إلى أي مدى هذه السرعة تواكب نبض الشارع السوري الذي ما زال يرفع سقف مطالبه كل يوم بداية صديقي لا يمكنني أن أتابع هذا القرير وأصمت عليه في الحقيقة دخلت أكثر من مرة إلى هذا المكتب إلى هذا الموقع الذي أحترمه وكانت النوافذ مفتوحة لكن على ما يبدو أن في شارع المزة هناك مئات المتظاهرين المتواجدين فخشيت الجزيرة من أن يراها الآخرون أو أن تكون كاميرتها باتجاه المتظاهرين ضد الجزيرة هذا واحد ثانيا في الحقيقة لا أدري بالضبط إذا كان هذا التقرير الذي قدم الآن يمكن أن يبيه صورة الجزيرة ماما البعض أعتقد أن هذه السياسة هي سياسة مخطئة بحق السوريين وحق دمائهم أما بالنسبة لقولي حول سياسة الرئيس كلام السيد الرئيس بشار الأد البارحة هو الحقيقة لم يتحدث فقط في الإصلاح هو تحوى وضع استراتيجية عمل مقبلة هو وضع خارطة طريق واضحة تتعلق بكثير من القضايا التي تخص السوريين ولا تخص سواهم وبالتالي أتصور أن السرعة هنا لا يمكن أن تفهم بهذا المعنى الذي قدم من قبل سيادتكم ولكن أعتقد أنه يجب أن يقرأ بمعنى من العاني أن الوجهاء الذين زاروا السيد الرئيس بشار الأسد إلى قصره والتقوه ثلاث ساعات ونيف سألوه إذا كان بالإمكان أن يخرجوا بمظاهرات فقال لهم على العكس تماما يجب أن تخرجوا بمظاهرات ويجب أن ترفعوا الشعارات ويجب أن تطلبوا بما تريدون لكن أن تعتدوا على الأملاك العامة فهذا خط أحمر وبالتالي أعتقد أن اللحظة حتى هذه الساعة هي لحظة إيجابية بسياق إنجاز مشروع الدولة نعم لكن هذه المظاهرات التي قال الرئيس أنها يمكن أن تخرج قال يجب تهييل رجال الشرطة من أجل مواكبتها في حين أخذ البعض من المعارضة من الممثل المعارضة الذين تحدثنا عليهم أن أجهزة الأمن ليست كلها الشرطة هناك أجهزة أمن أخرى لم يتطرق إليها حديث الرئيس السوري وهذه هي نعم 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 بمجرد خروج هذه المظاهرات إلى الشارع هذا في الحقيقة ضد قانون الطوارئ يعني ضد حالة الطوارئ يعني مجرد أن وافقت الدولة على أن يكون هناك تجمعات هذا نظريا وواقعيا وموعيا سقط فيه قانون الطوارئ في سوريا لكن النقطة التي تحدث فيها سيد الرئيس بشار الأساد بأنه يجب أن يكون هناك قانون ينظم هذه المظاهرات هو تحدث عن فترة قادمة باعتبار أن المظاهرات لا تحصل من تلقاء ذاتها كلنا نعلم وندرك كيف يمكن أن يقدم طلب لمثل أي مظاهرة عدد الذين يتواجدون المسار لديها الشعارات التي ترفع الزمان الذي تشغله هذه المظاهرة في هذا المكان هو ما تحدث عنه في المستقبل وقال وشكى وكان موضوعيا بأن حتى مثل هذه المظاهرات يجب أن يكون هناك رجال شرطة مهلون لهذا الغرض وبالتالي هو يتحدث بموضوعية ويتحدث بشفافية مطلقة أما أولئك الذين يجدون بأن الأمن غير قادر على أن يتعامل مع هذه المظاهرات فالواقع أكد عكس ذلك خاصة بعد أن تجاوزنا الحوادث المؤسفة على مستوى درعة ومستوى بانياس والذي لا يرى بأنه بإمكانية هذه الأجهزة أن تتعامل إيجابيا مع هؤلاء المتظاهرين لماذا يخرج إلى الشارع؟ طالما أنه يدرك أن حتى قانون حتى اللحظة لا يوجد لعملية ترتيب المظاهرات هؤلاء يخرجون إلى الشارع من تلقاء ذاتهم هؤلاء يخرجون إلى الشارع يكون هناك بينهم خاص من هنا وهناك يسؤون لهم يحتكون مع أجهزة الأمن يصبح هناك دماء هذا الذي نحن ضده أما أن ترفع الشعارات وأما أن تكون هناك احتجاجات سلمية وليكن سيد الأخي عزيز هناك في حديث الرئيس عن مشاريع الإصلاح في كل قانون تحدث عنه قال أنه سيكون مشروع قانون كذا سيتم دراسته عندما نتحدث عن مشروع قانون نعني أن يناقشه البرلمان أو مجلس الشعب من أجل أن يصبح قانونا لأن ممثلين المعارضة لذلك نتحدثنا إليهم أيضا يشككون في تمثيل مجلس الشعب لأتيارات السياسية المختلفة في سوريا في ظل غياب التعددية الحزبية إذا كنا نتحدث عن مجلس الشعب السوري فأعتقد أن أي معارض إذا أراد أن نحترمه على المستوى الشخصي وعلى المستوى الجمعي أيضا إذا كان يشكل مجموعا عليه أن يحترم هذه المؤسسات السورية هذه المؤسسات السورية تأتي البارحة ليست طارئة لا على الزمن ولا على المكان هذه المؤسسات هي التي أنجز مشروع الدولة هي التي وقفت في وجه المشروع الأمريكي على مستوى المنطقة هي التي وقفت إلى جانب المقاومة في جنوب لبنان هي التي وقفت إلى جانب المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة هي التي أسقطت بشكل أو بآخر المشروع الأمريكي في احتلاله للعراق هي التي أنجزت المعادلة السياسية الناظمة للمنطقة هي التي أنتجت المشروع المقاوم والممانع واعترف به حتى الأمريكي وبالتالي هل من المعقول أن كل هذه المؤسسات هي نفخة فواء لا أعتقد أن الأمر ذلك أنا أتمنى على أولئك الذين يخرجون ويتصدون أن يحترموا الناس أقل في الأمر ويحترموا المؤسسات حتى نستطيع أن نحتمهم في لحظة شكرا لكم ترجمة نانسي قنقر